السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعينا يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف ظهور مفزع للفنانة إسعاد يونس ونشر صورة من داخل منزلها وكمان صورة أخرى في عزة تسببت هذه الصورة في حزن جديد بين محبيها بسبب ظهورها بشكل متعب جدا ومش قادرة تمشي على رجلها هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا تسببت الصورة الأخيرة للفنان إسعاد يونس في حالة من الحزن الشديد بين محبيها وكانت تستعين بعكاس تستند عليه وقد تعطف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامية إسعاد يونس وقاموا بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تعود من جديد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من موليد 12 إبريل عام 1950 وتمتمي لعائلة من أصول مصرية وقد عملت بالمجال الإعلامي لأعوام عديدة ويعتبر هذا الأمر الذي سهم في إكسابها خبرة كبيرة في مجال الفن كان والدها يعمل صحفي ثم قررت الفنانة إسعاد يونس الدخول بالمجال الإعلامي ومن خلال الإذاعات المصرية وبعد ذلك قررت الدخول في المجال التمثيلي ولقت فيه نجاح كبير جدا دخلت كمان في المجال الإنتاجي وأسست شركة للإنتاج السينمائي بدأت مسيرتها التلفزيونية الأولى بعدما تخرجت من معهد السياحة وعملت مزيعة بإذاعة الشرق الأوسط ثم دخلت في مجال التمثيل وكتابة السيناريو وأبدعت في ظهور موهبتها الفنية وقامت بتقديم أكتر من عمل حفرة في ذاكرة محبيها من الوطن العربي وكثير من الناس ما يعرفوش أن الفنانة إسعاد يونس والفنانة شريهان متزوجين من رجل واحد وهو الملياردير على الخواجة وظهرت الفنانة إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني وأصارت صورة الفنانة القاديرة إسعاد يونس جدل واسع جدا بين مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تقوم بتقديم واجب العزاء وظهرت إسعاد يونس بواجه متعب وكانت تستعين حينها بعكاز وتستند على فتاة فتاة تسببت الصورة في إزعاج بعض محبي الفنانة إسعاد يونس وظهرت بوجه شاحب جدا ويظهر عليه التعب والإرهاق الشديد جدا وتعافر لتقوم بتقديم واجب العزاء وتعاطف العديد من مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بالدعاء للفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس وكمان ظهرت صورة أخرى من داخل منزل الفنانة إسعاد يونس وهي بوجه متعب وشاحب جدا خالص أمنياتنا للفنانة الكبيرة إسعاد يونس بمزيد من الصحة والعافية وتمتعنا دايما ببرنامجها الجميل صاحبة السعادة وقال في سلامة على صاحبة السعادة بكده يكون فيديو النهاردة خلص ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا شكرا شكرا شكرا